دي كانت البداية يا جيمي بداية السنة اللي فاتت فيه خسارتنا لعدد كبير من النقاط في النهاية مع التحكيم دائما نقول هذه الكلمة مع التحكيم الغير عادل للنادي الأهلي في الموزن السابق وصلنا في النهاية خسارتك للدولة يمكن خسارة النقاط مش بس مبارح يعني الخمس مباريات اللي فاتوا إنرو احنا كسبنا مباراة وحيدة يعني تعديلنا ثلاث مباراة وخسرنا مباراة في الخمسة الأخر قبل مباراة للزمالك ليه فيه حزن شوية بعد التعادل أمس إنه فيه ثلاث تفاصيل رئيسية ثلاث أسباب خلوك طلعت بالنتيجة دي رقم واحد قلت جودة القرار في التلت الأخير من ملعبنا عندنا أزمة كبيرة جدا جدا في القرار شو ترى أولاني مبارح أنت كنترول كل زون في الملعب بشكل عظيم جدا قادر أنك تسيطر على الملعب كاملا قادر أنك بتشكل خطورة في التلت التاني من الملعب التلت التالت هو تلت القرار القرار ده بيعتمد على حاجتين التجهيز بتاع اللعيب قبل المباراة والقرارات الفردية وهنا عندي أزمة كبيرة جدا مع القرارات الفردية للجميع في الجزء الأمامي من الملعب أحمر عبدالقادر برسيتاو حتى محمد شريف باستثناء لقطة الهدف محمد مجدي أفش عندي مشكلة كبيرة جدا في جودة القرار اتنين الدخول في المباراة الشوط التاني الدخول سيء جدا 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 يمكن الفيد أنا كنت قابل أفراج على الفيد وفي دقتين وعشر ثواني ما تزعوش ما جوش في لهم أول دقتين في شوط التاني ما جوش في أعلانات في أعلانات فدخلوا متأخر فأنا كنت أفراج على الفيد من الثانية الأولى في الشوط التاني دخول الزمالك أفضل بكتير وهنا ما بتكلمش على تاكتك ما بتكلمش على دخول فني ما بتكلمش على دخول نفسي في المباراة ثلاثة السببب التالت المهم جدا هو البدني دينا مشكلة بدنية واضحة جدا 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 كل عشان اللي هي خلال الفترة اللي فاتت عندنا مشكلة لو كان واضح أنها جاية عندك فيه ثلاثة أربع عناصر إجباري الروتشن مظبوط ولكن صح عندك حق بس خلي بالك برضو موضي نفس النقطة أنا كنت بتكلم فيها أنه يا جماعة متشاط أهلي وزمالك دي زي ما أنا قلت في البداية يعني بتاحي الميت يعني متشاط وجهة نظري لأن أنا مهما تكون تعبان مهما تكون تعبان تبقى لا لازم تبقى كويس مهما تكون ممكن بعد كده أقولك ماشي لكن متشاط أهلي وزمالك دي زي ما بقول كده يعني 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 هي لوحدها دافع ما هي المشكلة مش في الدافعية أو في الجهازات النفسية كانوا حرك صح مليون في المية لو أنا بتكلم على جهازات نفسية أو الحمية العب مش قادر القرارات اللي دماغه بتاخدها جسمه مش قادر ينفزه أنا بتكلم على الثلاثة تحديدا حمدي فتحي وامر السلائة علي معلول عندهم مشكلة بدونية واضحة جدا إجهاد غير طبيعي عمري فتحي عمر السلية علي معلول علي معلول تلاتة بيعملوا إيه أهلي وانتخب تونس وانتخب مصر وبالعبوا 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 في اللايناب بالأساسي مش بس أنه بينضم كمان عندك العب اللي كنت قدر تستخدمه ظروفك شاءت أنه مبقاش موجود أليو ديانج في وسط الملعب أكتر مكان فيه عملية رقد وجاري كتير طول المباراة فانت عندك إجهاد غير طبيعي الآخر نقطة أتكلم فيها في الجزئية دي أنه قصة الروتيشن الحركة بتتكلم أنه كابتن شريف كان بيتكلم عليها قبلنا يعني الروتيشن فيه عندنا جزئيتين لما بتيجي تعمل الروتيشن في حاجة اسمها التيم رتيشن وبوزيشن رتيشن التيم رتيشن أنا بغير كام لعيب عشان أعمل الروتيشن عشان الفرقة إجمالا معدلات الجاري معدلات الجاري والشغل البدني اللي بتعمل في الملعب يرتفع شوية لما عمل الروتيشن وفي حاجة اسمها بوزيشن الروتيشن ده اللي عندنا فيه مشكلة زي اللي حصل في مباراة الزمالك ألا وهي أنه أنا كان إيه خياراتي وأنا بتكلم على عمر السولية اللي مجهد تماما وحمدي اللي مجهد تماما وقاليو دي أنجل المصاب خياراتي بشكل ده البوزيشن الروتيشن هي دي المشكلة بقى دي المشكلة للأهلي ويع فيها دلوقتي أن فيه لعيبة مجهدة تماما ويا إما ما عنديش إما عندي فرق كبير ما بين اللعيب الأساسي واللعيب البديل هي دي المشكلة في الروتيشن الروتيشن إنما الروتيشن إجمالا لا أنا جدا مع الفكرة اللي كان بيكلم فيها كابتن شريف أنه لا تقدر تحط اتنين وثلاث لعيبة صغيرين في السن المعدلات البدنية عندهم أفضل معدلات الجاري عندهم أفضل فتقدر التيم روتيشن يبقى جيد لكن هنقبل مشكلة في الروتيشن روتيشن أو تغيير اللعيب بالعيب في نفس الروتيشن وإلا هتسكن اللعيبها في غير أماكنها وده يعمل لك مشكلة لكن إجمالا رغم حالة الغضب أنا بالنسبة لي إن إحنا كان عندنا مبارتين في ظل تغيير جهاز في ظل هزة حتى ولو جزئية على صعيد مضرورية وطبعية طبعا لا إحنا تكلمنا الحلقة اللي فاتت على طول إزبوعة اللي فاتت اتكلمنا إنه ما كانش عندك وقت تاني تعمل ده قبل قبل النقطة رح يكتبتوا ليه إحنا نلعب كل ثلاثة يام لا في راحة لا في راحة ولا في وقت ولا في أي إمكانية وهنهي بالجملة اللي إحنا قلناها الحلقة اللي فاتت مبارات الزمالك زي مبارات أسترن زي أي مبارات في الدور يبتلت نقط في ظل سعي إن أنا أخد الدور في ناية